أهلاً فيكم برج الأسد اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر إلى آخر الشهر تفقيرها مثل دائماً رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الأسد يمكن تحس أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة أو قريبة من طاقتك طبعاً دائماً خذ من القراءة الشيء اللي تستفيد منه أو الشيء اللي بتحس بيختمك وترك الإشيء اللي بتحسه مش منطبق أو ما بيفيدك أو ممكن حتى تعتبره شوي سلبي لأن القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون فيه بالفيديو إشي رسالة أو إشي معين ممكن تستفيد منه رح نبلش أول بطاقتك إنتا بعد انطاقت الحبيب والشريك خطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم في المستقبل بعدين ممكن نسحب كروت توضيحية إذا بدنا نوضح أمور أكتر طيب نبلش أول بكروت النصيحة لإلك يا برج الأسد نبين برج الأسد عندي أنت عم تكتم على مشاعرك أكتر أو عم تخبي مشاعرك عن الشخص اللي بتحبه أكتر عم شوف أنه ممكن أنت بتشك بنوايا هالشخص أو مش متأكد كتير من حقيقة مشاعره تجاهك بتركز أكتر على الجانب اللي ممكن يكون شوي سلبي أو شوي فيك حذر بزيادة هالشهر الإشي اللي بتحسها أيضا مشاعرك اللي بتحس فيها عم شوفك ما بتعبر فيها للحبيب أكتر عم شوفك ممكن تكون منغلق عاطفيا لحالك هالشهر أكتر عندك أغلبية كروت النصيحة بتحكي عن الإموشنز فأنت مركز كتير هالشهر على عواطفك يعني عندك 4 إموشنز عندك 6 إموشنز في أشخاص حوالينك في شخص حتى أو أشخاص حوالينك بها الفترة يعني أشخاص ممكن تفيدك من الناحية العاطفية يعني في عندك فرص عم تقدم لإلك بس أنت مش مش منتبه لإلها عم تركز على الأشياء ممكن عم تركز على الجانب السلبي بالعلاقة أو بمشاعرك أو ممكن في عندك حتى يأس أو فقدان أمل من أنه وضعك ممكن يتغير من الناحية العاطفية ممكن تكون عم تفكر بشخص بعيد عنك حاليا وبعيد عن الملال منك حاليا وممكن تضيع فيها الأفكار فكروت النصيحة بتحكي لك أنه أفضل أنك تكون شوي أو تفتح عينك على الطاقة المحيطة فيك أو الناس المحيطة حواليك أيضا بدك تكون منصف بحق حالك وبحق مشاعرك لأنه عندك six of emotions تحكي عن التوازن والbalance فممكن أنت عم تتذكر شخص X قديم حبيب قديم أو عم تتذكر شخص كنت معه فيه علاقة ولكن فشلت العلاقة أو مش عم تحكي مع بعض حاليا فممكن عم تحاول تصرف النظر عن الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا فبدك تعطي مجال لأنه تعبر عن المشاعر اللي عم تحس فيها هيدا كان بالنسبة لكروت النصيحة بدنا نشوف طاقتك أنت نشوفك بالفعل تركت علاقة معينة تركت شخص معين تركت إشي معين أو أنت بالطريق إلى أنك تترك إشي معين يعني عم تحاول تستخدم المانفستيشن فاور أو طاقة الجذب لأنك ممكن عم تحاول توجد القوة في حالك أنك تترك أو تبعد عن الشخص لأنه مبين أنه أنت كتير مركز على الوضع العاطفي وعم تحس أنه هو مسبب لك نوع من المستقى عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مقيد فعم شوفك أنت تركت إشي معين تركت شخص معين علاقة معينة لأنك في أمنية بدك تحقيقها ممكن تكون أمنية بخصوص الشغل ممكن تكون أمنية بخصوص شخص آخر معين يعني ممكن تكون تركت شخص أو تركت علاقة من أجل شخص معين لأنه دستار عندك فأنت في عندك أمنية في عندك إشي معين أنت عم تسعى إلى تحقيقه بالنسبة لحبيبك أو الشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق معك فيها شوي من التلاعب أو مش عم يحكي لإلك الحقيقة كاملة لأنه هالكرت هو بالتاروت هو الثيف أو هو اللص فهي الشخص عم يساوي إشي حاليا مفروض هو ما يساوي ممكن يكون عم يتجسس أو عم يراقبك أو عم يتطلع على أخبارك إشي طاقة كثير طاقة غير مباشرة طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه بالذات معه ورقة The Emperor Card بالذات معه يعني ثلاث الكروت هادولا ببينه إنه الشخص حاليا في حالة هدوء تام ممكن أنت مش عم تعرف عنه أي أخبار وهو بده أصلا هيك بده يكون في حالة هدوء تام عم شوف طاقة غير مباشرة عم شوف أيضا تحكم تحكم قوي جدا بالمشاعر أو حتى بالقرارات هالشخص ممكن يكون حاليا Obsessed أو مهووس بإنه يسيطر على جانب من العلاقة أو على تحرك هالعلاقة بينك وبينه يعني عم شوفه في عنده هدف أو في عنده نقطة معينة ويعني مستعد يساوي أي إشي مشان يوصل إلى هالنقطة أو إلى تحقيق هالنقطة مبين إنه شخص اللي عم تتعامل معه برغم إنه الطاقة يعني برغم إنه أنت برجك ناري إلى إنه شخص اللي عم تتعامل معه مثل كأنه ندك أو مثل كأنه بيواجهك بهالطاقة شخص أيضا هو كثير فازاسب ممكن يكون برج الحمل وممكن يكون شخص بالخارقة الفلكية عنده في كثير طاقة نارية بالذات إذا كان بالمشاعر ممكن يكون الفينوس أو الزهرة لأنه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية فهالشخص ممكن يكون لأن الفينوس عنده أو الزهرة عنده بالخارقة الفلكية برج ناري لأنه عم شوف فيه تحكم وسيطرة على الوضع كثير شديد فممكن فيه إشي بينكم ممكن يكون أيضا عم يحاول يسيطر عليك إنه أنت ما تترك العلاقة لأنه عم شوف إنه أنت فيه عندك نية بإنك تترك أو نية الرحيل وهو فيه عنده نية الترويض أو بده يمشي الأمور مثل ما هو بده يعني أنت بدك تترك وهو بده يمسك برج الأسد أيضا تطبع برج الأسد فهالشخص مبين أنه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية أو بالمشاعر شخصي كثير شخص يحب يتحكم كثير بعلاقاته العاطفية هذا شخص يحس إنه هو لازم يكون المسؤول الذي يقوم بالقرارات الذي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجه هذا الشخص لأنه ممكن يكون ممكن يكون شخص يعني عفوي ممكن يكون برجه حتى مائي ممكن تحس إنه هو ما في عنده الطاقة النارية أو الطاقة المتهورة ولكن تحت الرادار هالشخص يعني بالوجه الآخر أو بالعقل الباطني أو الطبقة اللي تحت هالشخص كثير متحكم فممكن للوجه الخارجي يبان العكسي بان أنه أنت لأنه برجك ناري أنت اللي فايري أكتر أنت اللي حركي أكتر ولكن بس تيجي تحلل وتبريكداون تفتح الأمور أكتر تشوف إنه هالشخص من جوه شخص كثير بيحب السلطة بيحب إنه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي ومن نسبة لخطواتك في المستقبل عم شوفك مستني ممكن من هالشخص خبر أو أنت محدود أو رح تنحط بالمستقبل بين خيارين أو خطوتين أو شيئين شيئين بدك تختار منهم قرار ممكن أنت عم تحاول عم تفكر إنه تضل مع هالشخص أو تمشي في طريق آخر لأنه أنت مبين أنه أنت عم تفكر يا أضل مع هالشخص وأضل في هالطاقة أو أنه في طريق آخر بيوفر لك العالم بيوفر لك بيوفر لك أمنية أنت عم تبحث عليها حالياً فأنت عين على هالشخص وعين على الأشي بعيد المنال اللي بدك توصل له الأمنية اللي بدك تحققها تكملة اللي بدك تمر فيها فبالمستقبل لسه عم شوفك آآ رافض آآ أي عروض آآ عاطفية ولكن ممكن يكون فيه يصير فيه بينك وبينه هالشخص تواصل لأنه هالشخص عادةً بيحمل آآ رسالة من نوع ما أو بيحمل إشي فيه نوع من التواصل فعم شوفك بالوضع العاطفي يعني بيعواطفك إلى أنك رافض للوضع أو رافض أي عروض حب عم تقدم لإلك بس البعض منكم اللي ما فيه بينكم تواصل أو مش عم تحقوا مع بعض فيه بينكم طاقة انتظار طاقة أنت عم تستنى تسمع من هالشخص وهو أيضا عم يستنى يسمع منك هالشخص بالنسبة بالمستقبل متل ما حكيت راح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين أو بدك تختار بين شيئين بيختلف من برج أسد إلى برج أسد انتر تعرف شو هو أو راح تعرف شو هو الشيء اللي يعني راح تنحط خلاص بمفترق طريق لابد منك من أنك تختار القرار من نسبة لطاقة الحبيب في المستقبل عم يشوفه عم يمر كثير بتغيرات طاقته راح تكون فيها كثير من التغيرات عم يشوفه أيضا هالشخص كثير الفرنت تبعه بيتغير ممكن يكون برج مائي يعني ممكن يكون متقلب المزاج لأنه عم يشوفه يعني بيتنقل بين العواطف أو بيتنقل بين شو هو بيحس ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها يعني بطريقة طريقة اللاوعي اللي عنده هو ما بيعرف بس هو متقلب المزاج كثير وأفكاره ومشاعره بتتغير كثير فإذا أنت بتتعامل مع هالبرج أو يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم بتتعامل معه بدك تكون فليكسبل بدك تكون مرن مع هالشخص إنك تفهم تقلبات مزاج هالشخص لأنه مبين بالمستقبل أيضا شو هلا طاقته الحالية عم شوفها طاقة كتير صارمة أو كتير ثابتة أو كتير هادية يعني الشخص عم يتحرك ببطء شديد تجاه إشي هو بده يحققه ولكن في المستقبل الأمور بتختلف عجلة الحظ هون الأمور دائما بتختلف كتير فرح أمشوفي بينكم رح يكون حديث صراحة لأنه مبين إنه أنت وهو اللي مش عم تحكوا مع بعض حالياً أتنيناتكم عم تطلعوا على بعض مستنين مستنين الطرف الآخر يقوم بخطوة أو يقوم بكلمة ولكن أسلوبكم مع بعض كتير دفاعي بالذات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يخص المشاعر يعني عم شوفك أنت أوبن أكدر أو منفتح أكدر ممكن تكون أنت شخص روحاني أكثر من الشخص اللي عم تتعامل معه أيضاً ممكن يكون في بينكم فرق بالسن لأنه ممكن يكون هالشخص أكبر منك لأنه أوراقك أنت أوراق صغيرة والأوراق اللي طلعت هون أوراق شخص كبير بالعمر أوراق شخص كتير قاسي فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أكبر منك في العمر وبتحس أنه العلاقة معه فيها كتير من الدسبلين أو فيها كتير من الانضباط أو هالشخص بيطالب كتير انضباط بالعلاقة يعني بيحب وكأنه مثل مدرسة أو شيء مثل هيك يعني ما بيحب أي شيء شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه أو شيء يعني بالملي هالشخص بيحاسفك بالملي وهو أم شوف أنه هو أصلا طبيعته هيك يعني مش بس انت يعني أم شوف أنه هو حتى مع نفسه وطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسبلين مثل كأنه ضابط أو شخص كتير صارم طيب بدنا نشوف التواصل اللي بينكم أو شو رح يصير بالمستقبل بينكم لأنه مبين أنه فيه طاقة انتظار هون بينكم فبس بدنا نوضح فقط شو طبيعة التواصل رح يكون أو هل رح يصير فيه تواصل أو إذا أنت مستني لخبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص لأنه مبين أنه أنت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص وهو أيضا عم ينتظر لأنه هالطاقة مشتركة فبدنا نشوف شو رح يصير فيه تركيز أكتر على المادة عم شوفك أنت مركز أكتر على المادة برغم أنه أنت مستني خبر من هالشخص إلى أنه فيه رفض للعواضف أو ممكن يكون هالشخص مش أنت اللي بدك ياه يعني ممكن يكون هو يحاول أكتر من مرة يتقرب منك ولكن أنت مثل ما حكيت لك أنت فيه شخص أو فيه أمنية بحياتك بعيدة عنك وأنت هاي اللي أنت بدك تروح لإلها فمش عم تشوف ممكن الشخص عم يحاول يقترب منك ولكن أنت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوفها على المدى الأكبر عم شوفك أنت رافض هالشخص رافض الكونيكشن من هالشخص بدك تبعد عن هالشخص لأنه فيه أمنية أو فيه شخص أنت بتطمح تكون معه أو بتطمح تحققه فبالمقابل لأنك عم تبعد عن هالشخص صار فيه هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه عم يحاول يقيدك عم يحاول يحطك في بوكس لأنه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه وانت رافض 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 أي مشاعر عم تيجي من هالشخص يعني أنا حزنت على يعني أنا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه لأنه مبين هو برغم أنه قاسي إلى أنه هاي هي اللغة الحب اللي عنده كأنه ما بيعرف يحب إلا بها الطريقة ما بيعرف إلا بطريقة السيطرة أنه أي شي بيحبه بده يكمش عليه أو بده يحطه في بوكس معين وانت بدك حرية عم شوف أكتر بدك بدك تنطلق بدك تروح إلى مدى آخر فبدنا نشوف شو برج الأسد شو انت بدك تساوي لأنه عم شوف الشخص هو بده عم يقدم لك عروض حب ولكن انت رافض عروض الحب فهو ما في عنده حل غير إنه يستنى خبره منك أو يستنى حتى تلميح أو شي منك أنه أنت ممكن تتقبل منه أي حكي عم شوفه يعني عم شوف هو اللي عم يرفض وراك وانت اللي عم بتصد هالشخص حبايا برج الأسد بتمنى القراءة تكون فعدتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطني لايك وكومنت شارو وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادر شكرايب شكرايب